العلاقة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الجديدة هي علاقة تشهد قدر كبير من التعقيد بمعنى أن نقاط الخلاف كبيرة ولكن الإدارة الأمريكية تريد أن تحمي هذه الحكومة من السقوط خوفا من ظل من يمين نتنياهو وبالتالي ليست مستعدة ولا قادرة للضغط عليها لأن الحكومة بالكاد نجحت في أن تمر بالكنيسة ويتقف أمامها معارضة قوية برئاسة شخصية مجربة مثل بن يمين نتنياهو هي تريد من هذه الحكومة بعض التغيرات ولكن لستستطيع أن تضغط عليها وهنا حرج الموقف الأمريكي وعدم قدرة الولايات المتحدة على تمرير أي شيء تريد من هذه الحكومة هناك نقطتي خلاف رئيس ستين وجوهاريتين في ملفين هما الأهم على مائدة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الطاولة الإسرائيلية والفلسطينية الخلاف الأول هو الملف النووي الإيراني وهنا تكمن أهمية زيارة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية وهو الشخصية المجربة بهذا الملف والذي قاد الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 والملف الثاني هو الملف الفلسطيني وإمكانية فتح قنصلية فلسطينية في القدس التي أغلقت بعد الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة الإسرائيل وباعتبار أنه امتداد رئيس المخابرات الأمريكية هو امتداد سياسي دبلوماسي أيضا يعرف جيدا بالملف الفلسطيني منذ أنه كان سفيرا في عمان مع نهاية القرن الماضي ربما ومتابعته لشأن هذا الملف كرئيس لمركز كارنيجي للسلام الملف الإيراني هو الأولوي هناك مستجدات كبيرة في هذا الملف أولا تصلب الموقف الإيراني والموقف الأمريكي وشبه وصول المفاوضات إلى طريق شبه مسدود حتى الآن وهذا يفرض على الولايات المتعدة سلوكا مع إسرائيل التقطت هذا الانسداد وبالتالي دفعت باتجاه التصعيد هذا التصعيد الذي رأيناه بالفترة الأخيرة والذي عبر عنه ربما وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول أن إسرائيل جاهز للعمل ضد إيران وإيران على مسافة عشرة أسابيع من النووي الأحد يعرف طبعا مدى مصداقية إسرائيل لأنه اعتادت على الحديث كثيرا بهذا الموضوع وكأن إسرائيل جاهز للعمل ولكن أستاذ أكرم ما مدى قدرة واشنطن على أقناعة الأبيب أو تسويق أي اتفاق محتمل مع طهران قدرتها على تسويق الاتفاق قدرة عالية لأنه في إسرائيل هذا أسهل شيء يمكن أن يمر لسبب واحد أن الاتفاق الذي مر قبل ست سنوات مع إيران مر في عهد بن يمين ناثانيا هو بالتالي لن تكون هناك معارضة حتى ولو أعيد الاتفاق على الاتفاق نفسه يعني يؤيد التوقيع على اتفاق 2015 هذا يمر بسهولة في إسرائيل هذا أسهل القضايا رغم أنه إسرائيل تطالب ولكن ربما كانت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل عهد رئيس باراك أوباما وبين أوباما ونتنياهو ليست كما هي الآن مع هذه الحكومة لنفتالي بنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر